شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بدأ أعمال تكريب بموقع مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع تطوير المقترح ووضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن ويستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو مترا بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 وحتى الكيلو 162